اشتركوا في القناة زي مثلا انا جالي استنفاذ رغبات يعني ايه انا مسجلتش اعمل ايه انا المعهد جالي اعمل ايه وكل الكلام ده فالفيديو ده بشرح لكم فيه بالتفصيل كل حاجات اللي تعملوها بعد ظهور النتيجة وكل الحالات اللي هتبر عليكم ازاي تتعاملوا معها وازاي تعرفوا تتصرفوا امتى الموقع هيفتح وامتى الموقع هيقفلوا الكلام ده بس قبل ما يبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولو عجبكم الفيديو رجاء اعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطالبة وهم كمان يستفيدوا به واخر حاجة ممكن تسيبوه لي استفساراتك واسئلتكو تحت في الكوميس اول حاجة بالنسبة لظهور النتيجة بعد ما بتظهروا النتيجة بتدخل على موقع التنسيق من اللينك اللي انا حطاهلكو تحت في الديسكريبشن بيدخل على الموقع وبعدين بتدخل نوع الدبلوما بتاعتك سواء كنت صناعي او زراعي او تجاري وبعدين بتكتب رقم الدخول او رقم الجلوس بتاعك وبعدها بتسجل الرقم السري وبتعمل اعادة للرقم التأكيد بتاعك وبعد كده بتضغط على الخطوة التالية اللي هي بعدها بتظهر لك الصورة اللي قدامك على الشاشة دي الصورة دي بيكون مكتوب لك فيها المعهد او الكلية اللي انت تقبلت فيها اول حاجة بتعملها ان انت بتطبع الصورة دي وبتصورها اربع خمس نسخ كده مهمة قوية عشان خاطر لو في اي نسخ ضاعت ليكون عندك احتياطي للنسخ دي وبعدها بتحطها فيه ورق التقديم او الملف بتاعك بتاع التقديم للكلية او المعهد للي عايزين يعرفوا ايه هي الاوراق المطلوبة للكلية او المعهد الفيديو ده انا كنت شرحة فيه بالتفصيل الاوراق اللي انت بتحتاجها بعدها بتحط كل الحاجات دي في الفايل بتاعك وبتستنى المعهد يعلن عن الاسماء اللي تقبلت فيه وبتروح تقدم مش لازم تروح طبعا المعهد كل شوية لان هو بياخد وقت على ما بيعلن عن الاسماء دي فانت ممكن تتابع عن طريق الصفحة على الفيسبوك صفحة المعهد على الفيسبوك صفحته على لو كنت مشتريك في جروب طبعا المعهد او صفحته على جوجل بتتابع كل الحاجات دي وبتشوف المعهد امتى هينزل الاسماء او نزل اسمك لو نزل اسمك بتاخد الورقك وبتاخد الفايل وكل حاجة وبتروح تقدم في المعهد مثل لوش خالص المعهد ممكن يقعد من اسبوع لاسبوعين لتلات سبيع على ما بيستقبل الطلب الجدد وبيسجلهم وبيعلن اسماءهم فالعملية دي بتاخد وقت طويل بالنسبة للطلب الجدد فما تقلقوش بما ان الدراسة هتبدأ تسع عشرة فانتو هتبقوا قلقانين وانا اذا المعهد ما نزلش اسمي اذا انا ما تقابلتش لأ كل المواضيع دي بتبقى ده روتين طبيعي يعني بيحصل لكل المعاهد والكليات فما تقلقوش واستنوا لحد ما المعهد ينزل اسمك وبعد كده اخدوا الملف بتاعكم وروحوا اقدمو ده بالنسبة لزهور النتيجة نيجي بقى للنقطة التانية اللي هي تقليل اغتراب بالنسبة للطلبة اللي جات لهم كليات او معاهد بعيدة عن محافظتهم باب تقليل اغتراب بيفتح بعد ظهور النتيجة ب12 ساعة فلما تتظهر النتيجة وتلاقي معهد او كلية بعيدة عن محافظتك متقلقش تابع الموقع بعد 12 ساعة من ظهور النتيجة هيفتح باب تقليل اغتراب مهمة قوية للطلبة اللي هيعملوا تقليل اغتراب يتفرجوا على الفيديو اللي انا عاملاه ده قدامكم في الشاشة الفيديو ده شرحت فيه بالتفصيل ايه هو تقليل اغتراب وازاي تعمل تقليل اغتراب وازاي كمان تقليل اغتراب بتاعك ممكن يتقبل وايه الحاجات اللي تخلي تقليل اغتراب يترفض فمهم قبل ما يفتح الباب بتاع تقليل اغتراب لانه بيقفل بعضها على طول ان انتوا تشوفوا الفيديو ده بحيس ان انتوا لما تدخلوا تبقى عارفين ومجمعين كل المعلومات المهمة بحيس ان انتوا تتجنبوا الاخطاء وتبقوا ماشيين صح بالنسبة بقى للطلبة اللي قال لهم حاجة اسمها استنفاذ رغبات والطلبة اللي اصلا ما سجلوش في التنسيق بتاعهم الموقع بيفتح تاني بيخليكوا ترجعوا تكتبوا رغباتك تاني بعد ظهور النتيجة باربعة وعشرين سنة فمهم برضو للطلبة دول انا كنت عملت الفيديو ده برضو شرحت فيه بالتفصيل للطلبة ازاي ما يحصلش ليك استنفاذ رغبات وازاي تختار رغباتك صح بتتابع الموقع بتاع التنسيق وبعد اربعة وعشرين ساعة هترجع تاني الموقع اللي كتابت الرغبات يفتح وتدخل تسجل رغباتك بس مهم انتعرف ان لوقتها هتظهر لك بس الرغبات او الكليات او المعاهد المناسبة لمجموعة بس ومهمة قوي وانت بتختارها تكون عارف ان اول رغبتين تلاتة هما دول اللي هيجوا لك ما كانش اول رغبة فتختار الموضوع بعناية جدا علشان اول رغبة دي هي اللي هتجي لك وبرضو اتفرجوا على الفيديو ده عشان تكونوا مستوعبين وفهمين ازاي تختاروا الرغبة بحيث انه ما يجيش ليكوا تاني استنفاذ رغبات فعلشان ما تحتورش كتير باب تقليل الاقتراب هيفتح بعد ظهور النتيجة ب12 ساعة باب اعادة كتابة الرغبات للي تخلفوا عن كتابة الرغبات واللي جالهم استنفاذ رغبات هيفتح بعد ظهور النتيجة ب24 ساعة وكمان الموقع احتمال يفتح للمرة التالتة تاني للطلبة اللي تخلفوا عن المعادة التانية فاللي عنده اي مشاكل بالنسبة لتقليل اقتراب او بالنسبة للاستنفاذ او بالنسبة لانه ما مسجلش يستنى الموقع خلال الفترة اللي انا قلت عليها دي في نهاية الفيديو اتمنى تكون المعلومات اللي انا قلتها دي فادتكو اتمنى تكون حطتكو لطريق صاح بدل الربكة والحيرة اللي دايما بتحصل للطلبة بعد ظهور النتيجة ولو فيه اي استفسار او فيه اي سؤال اكتبوه لي تحت فيه الكومنز بالتوفيق لكم يا رب اشتركوا في القناة